كل قافلة قديماً بيبقى فيها حادي واثنين وثلاثة القافلة بتسافر سند هند أياً كانت ترحال لأي بلد كان بيتم وجود الحادي على حسب المسافة تحتاج حادي أو اثنين أو ثلاثة لأن الحادي هو الملهمة الوحيد للقافلة بالصبر على السفر لكن هو مرتبط الحد بالقبائل العربية بس بس كده وهو أساساً الفن أساساً في الجزيرة أيوة أكيد بس لا والفن تاريخي لا مش في الجزيرة بس والعراق والعراق والشام والشام عشان يبقى الثلاثة مرتبطين هم دولة برضو عندهم حادي أي طبعاً رحلات القوافل ورحلة الصف والشتاء والرحلات القديمة التاريخية دمشق وبابل ما ليساهمش يعني لأنهم مرتبط جزيرة برضو لأنهم كانوا بيأخذوا من بابل إيه وبيودوا لها إيه مواصفات الحادي ده أنه لازم يبقى شاعر مثلاً؟ لازم يبقى مستشف المجموعة اللي معاه بتحب إيه مواصفات الزيل مغني ملهم بل الضبط ملهم ملهم وملهم ملهم وملهم الناس دي عايز صبر في الترحال شهر وشهرين انت بتتكلم في أربع شهر رحلة الشتاء والصيف وما أشبه يعني حيجيبولها إيه؟ فهو بس هو اللي عرفه أنه كان بيبقى لازم سطوه بقى عالي عشان جاهور جاهور آه لازم وأظن إحنا سمعنا نظمة الغزالي مثلاً ترجمة نانسي قنقر